ترأس سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ترأس الاجتماع الخامس لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية للدورة الانتخابية 2020-2024 والذي عقد بقصر الوادي بالرفع وخلال الاجتماع طلع سمو الشيخ خالد بن حمد على آخر المستجدات الخاصة بمشاركة المملكة في أولمبياد باريس 2024 مؤكدا سموه على همية التحضير والأعداد بأفضل صورة للمشاركة في الأولمبياد والذي يعتبر أهم حدث رياضي عالمي متمنيا سموه للبعثة البحرينية التوفيق والنجاح كما طلع سموه على آخرية تحضيرات لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 والتي ستقام بشهر أكتوبر القادم وتعرف على الترتيبات التي تقوم بها اللجنة الأولمبية لتنظيم النسخة السادسة من الأولمبياد المدرسي ووجه سموه بهمية إشراك أكبر عدد من المدارس الحكومية والخاصة وتم خلال الاجتماع السعرات وآخر التحضيرات لإستضافة البحرين لكأس العالم لالغطس العالي والمؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية 2025 التي ستقام في سنغافورة واعتماد الهيكل التنظيمي للجنة المنظمة العليا برئاسة السيد فارس مصطفى الكوهجي كما تم اعتماد اتفاقية التعاون بين اللجنة الأولمبية وفندق ومنتجة The Art لاحتضان المسبح الأولمبي واعتمد مجلس الإدارة مشاركة اللجنة الأولمبية بدورة الألعاب الأسيوية السادسة للصلاة المغلقة والفنون القتالية التي ستقام في تايلند بشهر نوفمبر حيث تم اعتماد سعادة السيد رضا منفردي مديرا لبعثة المملكة بالدورة مع أهمية مخاطبة الاتحادات لمعرفة ردودها بخصوص المشاركة ليتم فيما بعد حصد العدد النهائي للألعاب بما يتوافق مع الميزانية المرصودة كما تمت الموافقة على المشاركة بدورة الألعاب العربية للناشئات 2025 ومخاطبة الاتحادات الوطنية لمعرفة مدى جاهزيتها للمشاركة وفيما يتعلق بالمركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل اعتمد مجلس الإدارة تشكيل لجنة طبية برأسة السيد فارس ذو الفقار نور الدين لدراسة ومتابعة طلبات اللاعبين واللعبات للسكمال العلاج المطلوب وبالنسبة للأكاديمية الأولمبية تقرر التنسيق مع الأكاديمية الأولمبية الدولية لتجهين البرنامج البكالوريوس المعتمد في مجال الإدارة الرياضية من الأكاديمية الأولمبية الدولية لتخريج الكوادر المؤهلة وفق أعلى المستويات العملي في العندية والاتحادات الرياضية واعتمد مجلس الإدارة المتجر الإلكتروني الخاص ببيع كافة الأطقم والتجهيزات الرياضية الخاصة باللجنة الأولمبية كما تم اعتماد استضافة البحرين لأول مرة لاجتماع اللجنة التنفيذية للمحكمة الرياضية الدولية كأس في العالم المقبل 2025 اشتركوا في القناة